خلوني أيضاً أخذ الصال من سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان مساء الخير يا سيادة اللواء أهلاً بيك أستاذ الأميس وأستاذ المشاهدين أهلاً بيك يعني لماذا هذا اللغة حول هذه القضية يعني أنا أتكلم بقى طبعاً قائد من قوات الجيش المصري يعني وهناك طبعاً ثقة عن الجيش المصري اللي يعني دفع حياته وحياة كثير من مئات وألاف من رجاله يعني على أرض سيناء لا يمكن أن يفرط في حبة رمل واحدة لكن في لغة الناس صحية لقيت الجزرتين مش مصريتين فيعني كيف تفسر ذلك يا سيادة اللواء والله يا فنم طبعاً إحنا متأكدين أن الجيش المصري الذي يحافظ على الأمن القومي المصري والعربي لا يفرط في شبر واحد من أرضه لكن ما يفرط في الشارع الآن هو موضوع وجداني أو سياسي يعني الناس بعد أن يتكلموا أو هناك أطراف وفئات تزايد على دور القوات المسلحة الممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيد الناس عايزين يضربوا في مصر في إطار نظرية المؤامرات التي تحاك ضد مصر يدوب لسه إحنا مخلصناش من قضية الدارس أو الطالب الإيطالي اللي هو ريجيني طلع موضوع الجزرتين لماذا هذا التوقيت بالذات؟ وما هو العائد على مصر من ترسيم الحدود؟ والخطاب اللي حضرتك دلوقتي وريتي للسادة المشاهدين اللي هو في تلاتة تلاتة سنة ألف وتسعمائة وتسعين من وزارة الخارجية المصرية التي تكرر بأحقية وملكية السعودية للجزرتين لماذا في ذلك التوقيت في ألف وتسعمائة وتسعين لم يتم ترتيم الحدود؟ دي لازم كلنا أسئلة لابد أن احنا كلنا نجاوب عليها طب ما ده سؤال لو حرك عندك إجابة يبقى عظيم تمام فندي فضل احنا نبدأ الأول فندي لماذا هذا التوقيت بالذات في ترسيم الحدود بين مصر والشقيقة المملكة العربية السعودية احنا عندنا زيارة تاريخية قام بها الملك تلمان سلمان نعم هناك 17 استفاقية ومن هذه من السبعتاشر اتفاقية دولا يا أستاذ الأمير هناك اتفاقية بانشاء جسر هذا الجسر بيعتبر مشروع استراتيجي لتنمية إقليمية وله أبعاد استراتيجية إقليمية طيب علشان ننشئ هذا الجسر هناك حيكون له ثلاث أقسام قسمه معلق من الشاطئ المصري حتى جزيرة التيران ثم بعد ذلك الجزيرة خمسة كيلو حيبقى هذا الكبري ماشي أرضي ثم بعد ذلك حتى الحدود السعودية بيتم حيكون معلق أخر لأن هناك الأرض ضحلة برضي المياه ضحلة علشان يتم تواضي القوات في جزيرة التيران حيبقى عليها عمال وشركات ومهندسين من الذي سيعطي التصريح لهؤلاء العمال والمهندسين لابد أن تكون هناك دولة هي التي تعطي هؤلاء العمال والتصريح وعلشان كده كان في هذا التوقيت اللي هو ترسيم وهو زي ما حضرتك قلت اللي هو ترسيم الحدود البحرية تمام يا فندي سماعيك يا فندي فلماذا الآن؟ لأن الجسر وديكت مطالبات قديمة طبعا من السعودية مش حاجة جديدة تمام يا فندي الموضوع الثاني طب ليه ما ترسيمش في سنة في 3-3-1990 بعد إحنا ما شخنا القطابة تقدر من وزارة الخارجية إلى الشقيقة السعودية طبعا في هذا التوقيت كان هناك مشاكل كثيرة فيه طبعا في المنطقة هناك حرب الخليج وغيرها حرب الخليج والغزو العراقي للقويت ثم بدأت التوترات في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية وشوفنا ليبيا وشوفنا سينة والإرهاب اللي موجود وداعش بعدها بكتير بعدها بكتير بس هناك توصر في منطقة الشرق الأوسط ولم يصار هذا الموضوع حتى هذا الوقت اللي هو قامت خبراء فنيين بترسيم الحدود ونخط الأساس عملية فنية كبيرة جدا والعلم السياسي كالخبراء المصريين وطنيين والقيادة السواتية المصرية وطنيين مش عاوزين يزايد ومش عاوزين الشعب هو دلوقتي قبل يوم الأربعاء الماضي ده يعني من حوالي يومين ما كانش حد يسمع عن صناصير أو صيران بالمرة ماذا حدث للشعب المصري في هذا التوقيت أنا عارف أن هي جات عملية مفاجأة المفروضة أن يكون هناك تمهيد للشعب المطل لكن بنعول على أن هذا القانون أو هذا القرار سيتم أنه هو حيروح لمجلس النواب ومجلس النواب مية في المية حيستفيد بالقبراء وحيناقش هذا القرار وسيتم اتخاذ الإجراء المضبوط أنا عاوز أقول أنه برضو في السوشيال ميديا شايفين برضو هناك أسلام فيديو تصريح الرئيس جمال عبد الناصر بأن الجزيرتين مطريتين والشعب كله عمال يشوف أن الجزيرتين مطريتين وسط الزعيم جمال عبد الناصر طبعا عاوزين نقول للشعب وعي وحقول تاني القيادة السياسية وعية والقيادة السياسية وطنية وعمرها ماتفرد في أي شبر أو في أي ضرر طراب طبعا تصريح الرئيس جمال عبد الناصر فيه توتر مع العدو الأول لمصر والأمة العربية هي إسرائيل وكان فيه اللي هو سحب قوات الطوارئ الدولية من جزيرة تيران وكان وعلشان كده كان يعتبر بمثابة إعلان حرب لازم يظهر للداخل وللخارج في الأول لأن هذه الجزر المصرية لأنها كانت تعتبر بمثابة إعلان حرب وعاوز أقول أن طبعا كانت هناك تأمين لهذه الجزر بواسطة القوات المصرية ليست احتلال ولكنها انتشار وتأمين لهذه الجزر وبعدين إحنا ما حدث هو رد الوضيعة لأصحابها مش عاوزين لبالك مش عاوزين نقول أن ده نعم مش عاوزين نده فرصة برضه للعناصر المناوئة وعناصر الإخوان وإحنا شايفين أن كل حاجة تغيرها تكبر إحنا عاوزين نشوف القيادة السياسية لها وعي ولها إدراك قومي وبطمن الشعب المصري أن هذا القانون سيكون في مجلس النواب ومجلس النواب له أن يرفض وله أن يقبل بشكرك سيابة الليوة أركان حرب محمد الشهاوي